بسم الله الرحمن الرحيم شكراً للقناة أخبارنا على تناول هذا الموضوع للمؤترين اللي أعتقد أنهم مؤترين في الفيسبوك ولولا اليوتيوب الشكاية اللي وجه المنصق الجيهوي اللي جهت مراكش اسفي السياع بقادر المسوري جاءت على وحد التيشار دل وحد الفيديو اللي هاد المؤتر دل جواد قاننا اللي كي يقول فيها على أن أولاد اسفي مشي رجال وخيبين والله روب بذل المعنى دياله وعيالتهم اللي عمرها دار ربما أن الساكنة دل اسفي واللي أعتقد أن الساكنة دل اسفينا زيارة ديالي اللي كانت كمسؤول دل هاد المرصد لناس دي رجال دياله ناس أحرار شرفاء كي تكلموا الغير ديالهم على المدينة وطنيين حتى النخاع لهم حرقة على الوطن دائما كي دفعوا على القضايا ديالهم ولا لاح توقع يعني المرصد عندنا في الجهة مراكش اسفي اسفي بالضبط المنظمة كتناول هذه المنظمة ديالنا كتناول مواضيع هدفة لمحاربة الفساد من ضمنها شكيية لتوجد الجرائم الأموال واللآن للمنصق ديالنا كي يشرف عليها اه في رجوع الموضوع ديال الجواد قاننا اللي اعتقد ان هاد سيد انا اول مرة كنعرفوه والله العديم كتب باشتش ديال هاد المؤترين او لا هاد الناس اللي كي مارسو للفيديوهات عبر المواقع التواصل الشيماعي اللي ربما هو عارض ازياء كي سكرود مراكش ما احترامتي ساكنة مراكش ولكن هادا يعني اعتقد انه تطاول على 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 ساكنة رجال اسفي وهو اللي خلى ارى للشارع العام والمواقع التواصل الشيماعي ديال اسفي كي تكلموا على هاد العارض الازياء وبناء على المعلومات اللي توصل بها المنصق قام بوضع الشيكاية لدى وكيل الملك بمحكمة ابتدائية باسفي واللي من ضمنها تفريغ ديال هاد الشريط ديال الفيديو اللي تروج او الهراج في المواقع التواصل الاجتماعي والشيكاية توضعت هيا نسخة من عدنا نسخة كترسل الامن العامة ديال الاستاذ الحيلي عبد الحق مشكورا على المؤازرة واللي الموضوع ديالها على واقع وقدف وتشهير حسب الفصل ديال 442 من القانون الجنائي في اعتقادي ان هاد المؤترين وربما انتم سبقتوا وصورتوا معنا على مؤترة اخرى لكدرت ايا فيديوات لمنع ما يعني المغرب اليوم بحال هاد الناس راك يروجوا افكار لوليدتنا افكار مغلوطة يعني الشعب خاصوا شي حاجة ليتقف بها ولا شي مواضيع هامة لتهم الوطن والمواطنين والحياة اليومية ولا المشاكل الاخرى اللي كيعيش المواطن مع ظل الارتفاع الاسعار وكذلك في المحروقات اذا هاد الناس خاص يتقنن المشرع المغربي خاص يجيبوا هاد القانون اللي يحتم على الناس اللي كي مارسوا يغنقا نقولوا ان كي الحرية 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 التعبير وحرية مكفولة دستوريا ولكن الحرية التعبير فيما هو لمهم البلاد ديانا لمهم المواطن ديانا ولينزيدوا بالقدام نشروا ثقافة نشروا اهداف نبيلة اليوم كنشوفوا بحال هاد المؤتر كي تصور فيديوهات كي معكي كي تصور فيديوهات كي يدير في البومادا كي تصور كي تصور بعض الفيديوهات اللي كي انا فين دخلت انا فين كادا اعتقد شي تافع و بناء على هاد الشكاية المرسى الدرمه هاد يشي تنازل فيما بها تصلي معا تصلي معا لانا لا يمكن اهانة المواطن وخالي ننزل اسفي نحن في مدينة اخرى كنا نتضامن معا ممكنش ان اي واحد يسب المغاربة بطريقة تافيها ويجي كي تكلم من وراء واحد الهاتف ديالو وكي فمو مقال راحنا هاد الساكني دي الاسفي راخص انه وراء دار واحد الفيديو كي اعتذر وانا مقصد شونا كادا وانا كي لا زل هرا باش كتتتكلم وانا خلط كتتعتاضر اعتقد الساكني دي الاسفي ما غادش تتسامح معا والمرصد بناء على هاد الفيديو راه خاد على العاتق ديالو انه وغاد يمشي معا بعيد في هاد الموضوع هو الكلام ديالو ورا مسؤول عليه لانه وقال ان ارا صورني وحد سياد وكادا وانا كتك انضحك وانا هذا ما فيش دحك لانك انت عندك قانت ديالو وانا عندك موقع فيسبوك ديالو كتلوح فيه الليلة فهدا راه في اعتقادي هذا راه سب وقد في حق ساكنة اسيول المغاربة كاملين احنا ما كيلا احدى فاشغل نناجح فاشغل نحسدوه فاشغل نتابعوه فاشغل نتابعوه لانه زماتي راه معروف راه مولكس كترك وراء القطبان بسبب الكلام ديالو مص المقدسة ديالدولة وما كيش لتحتش منظمة مشيت معا في الحق في الملف ديالو لانه كان قال كلامه راه تتحاسب عليه اليوم كين قضاء مستقل قضاء اللي كيدابع على قضايات المواطنين قانون دياللي كيجرم تشهير وقانون كذلك اللي كيجرم المس بحياة الاشخاص ما كيش للعبرال اليوم راه كين قانون كي يتطبق على ارض الواقع هرامش يجي عندك فمك و هرامش يجي ما تقول اه قول لما بغيت تقول فمك و سب الناس لا انا اعتقادي ما خصيش يكون بحالة المسألة في هذا المؤثيرين تكلم سيدي بالانتكا مؤثير و عندك تدخل مبالغ مالية من هذا اليوتيوب اعطينا شي ناشاط خير يدرتين شي دوار او منطقة المالية تابعة المراكش يالله اعطينا سيدي ما اعطينا لما تدخل المراكش نازل المراكش راه ناس اكرام و عندنا تمتيلية المراكش ولكن اس في تقاصة المراكش تحرك بناء على الفيديو ديالو اللي وضع فيه شي كيكي ما اسبقه وتكلمت بها انا كنقول لك انا كمسؤ الوطني يعني اللي المير في مطبعه المونسق ديالالجيات المراكش اسفي واللي وضع شي كي يبقى لي الحق في انه يتنازل او لم يتنازلش هذا كلاهو الحق او احنا الصلاح ايان نخلي وليم هما فيما يخص غير احنا كنبقاو تحت كي تبلغنا عفوانا تبلغنا المعلومة المرسلات الشي كيات اللي كتوصلنا بلي كي يوضع اي رئيس فرع او المنصق يوضع المحاكم كتوصلوا النصخ منها نتمنى اننا سامحته ساكنة اسفي ربما تلمرصد انا في اعتقادين لحد ما عديش شي قرار باش غنقول لك النار غادي يتنازلش على الشي كيه الشي كيه غاد شي اللي تاخد المسرع دياله يستمعوا لي الضابط القضائيه ونشوفوا الكلام دياله ساعة القضائر اول الفاصل بناتنا الشي كيات وضعات بالتاريخ دياله 22 فات شهر اللي تحطات لدى وكيل الملك لدى محكمة البتدائية بسطات اه عفوان باسفي واللي تابع الاستاذ كما اذكرت مشكور الاستاذ الحيلي عبد الحق محامي بهاية اسفي واللي طلب منها ملتمس من سيد وكيل الجالات الملك طبق الفاصل قلنا 442 من القانون الجنائي اللي كيفيها سب وقدف عالاني وتشهير واساءة الى ساكنة المدينة اسفي يتم بتشهير واللي غير كثير من الساكنة اسفي وانتمنوا ان ساكلت الاسفل اللي بغت تسمح لي اذك الشأن ديالهم المرصد راه ممكن ان المنصيق يقدر يمشي مع بعيد في القضية وممكن غنصد رفها بيان وطني على اطر هاد الزوبعة مش دبه كيشي مؤترين كي يكون عندو القناة دياله كتهبط من التفاعل دياله انا والله ما كانت اببعد المؤترين كلهم غالبا ما كانت نستمع الميسى سلامة بعض المرات في المواضع دياله ولكن اخر مقاش كان نصمت لها الفيديوهات دياله انا بعدها كان شد الفيديو وانحطه قدامي ما كان نشوف الشخصية دياله وما كان عارفهاش ولكن كان سمع واشه موضوع لي غايه همني نسمع ليه ونتبعه بحال هذه المؤترين اللي خاصة يتوضع لي محد على ان الحكومة المغربية او للمشرع المغربي يدالوا واحد القانون الخاص بهذا الناس اللي كي مارسوا واحد الفيديوهات وربما تموه له كي مارسوا وانهم تموه كيدولت الصحفة وانهم كيمشي يصوار وعادي ومعندوش رخصة صوار ومعندوش بزاف تلحويج ولكن كيمشي تشاريع وكيدير الفيديو ديالوغ ويصور الناس العام وراه ما على بالوش لماذا كنت تحكب ما فلنش الناس واش عاجبين وماذا واش عاجب هاد 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 شري غادين بيحنا هاد رغادين الحاضير راليه يمكن انك نشوف واحد المجموعة ديال المؤتري اللي كيلوح في صفحات الفيسبوك والليوتيوب كيلوح التفاهى مجتمع راليوم محتاجين الناس مثقفين الناس دو خبرة عالية يأطرون الوليداتنا باش كاتتوف اليوم كاتشوف واحد الوليد شاد تليفون وكي تبع لك مؤتير اللي كلام ديالو كله خاوي ما كتستبدو منو تحاجا الادمي غادي ديال المغاربرة غادي تجمد بهاد الافكار اللي كي ينصروا هاد الافكار الفارغة اللي كي ينصروا هاد المؤتيرين قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا معنا فلاشين يوتيوب وبرجاجوا المحتوى في مواقع التواصل اجتماعي وما تنسوش تديروا الجامع